بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة والتسليم هذا الجزء من التأسيس مهم جداً وهو الأسس وقوانين الأسس لأنه باعتمد اعتماد كله عليه من الأول وحدة في المنهاج وهي الأسس واللغرثمات فلازم يكون أنه وإنتم سيطرين على هذه المعلومات والمعلومات حاضر بمخي حتى لما وفوت المنهاج ما نتغلب نهائياً في حساب الأسس أو قوانين الأسس يفترض أنه وإنت منعرف كل هاي المعلومات بالبداية تعالنا أتعرف أنه إياكم على ما يسمى الصورة الأسية طالعا معاي A قوة N بالبداية طالعا معاي هاي A قوة N أو قوة N الـ A تدعى أو تسمى الأساس فوق شو ما يسميه القوة أو الأس A قوة N أو A قوة N صورة أسية الـ A تدعى الأساس و النون تسمى القوة الصورة أسية هي تكرار لأي عملية حسابية تكرار لعملية الضرب قبل ما نفوت بالرموز نأخذ مثال توضيحي لو أخذ أنه ياكو 2 قوة 2 2 قوة 3 2 قوة 4 تمام يلا نحسب مع بعض نمسحها أوكي ولو أخذنا أنا وجاكو يا حبايبي 3 قوة 2 و أخذنا 3 قوة 4 وهي 5 قوة 3 خلنا نبلش بالأخير نبلش بالآخر وحدش طالعا 5 قوة 3 وين الأساس؟ الأساس 5 وين الأس؟ 3 يعني أضغط الخمسة في نفسها كم مرة؟ ثلاث مرات حسب الأس شو دي يصير معاي؟ يلا ساعدوني سير معاي 5 في 5 في 5 طالعا ليش ثلاث مرات؟ لأن هون شو القوة عندي؟ ثلاث خمسة في خمسة في خمسة بعطيني مية وخمسة وعشرين شو في البعضه؟ تسال هون شو الأساس؟ ثلاث شو الأس؟ أربعة ما نقول ثلاث في أربعة لا، أضرب الثلاث في نفسها كم مرة؟ أربع مرات إذن هاي ثلاث في ثلاث في ثلاث في ثلاث هاي قدوا واحد، ثلاث، ثلاث، أربعة هاي تسعة وهاي تسعة نضربين بعض كم؟ واحد وثمانية تسعة، بتنسى شو بعطيني؟ واحد ثمانية لاحظ هون كم مرة؟ ثلاث مرات لأنه الأس ثلاث هون نمسح كلمة تسعة وتسعة بساعدتنا بالحسابات طالع معاي هون عدوا معاي واحد، ثلاث، ثلاث، أربع أربع مرات تمام يلا نحسب مع بعض هاي شو القوة؟ ثنين فإذا بدأ أضرب الأساس في نفسه كم مرة؟ مرتين إذا نسير ثلاث في ثلاث هون كم مرة؟ ثنين مرة فهاي كم عندي؟ تسعة بس ستة يضع عليك يلا ساعدني في هاي شو الأساس؟ ثنين شو القوة؟ أربع يعني أضرب الاثنين في نفسه كم مرة؟ أربع مرات ثنين 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 ثمانين أربع ستة عشر إذا هاي أربع مرات يلا ثنين قوة كم؟ ثنين قوة ثلاث يعني أضرب الأساس في نفسه كم مرة؟ ثلاث مرات ثلاث مرات ثنين أي أساس؟ ثنين ثلاث نص ربع بضربه في نفسه حسب القوة حسب مين؟ حسب القوة هون شو بتصير معاي؟ ثنين في ثنين في ثنين وتساوي أربع ثمانين ثلاث مرات؟ ثلاث مرات يعني حسب القص نجعل هاي يلا ثنين في كم؟ ثنين هاي ثنين مرة احنا طلع عربي آسف كتبنا نعدل ايوه ثنين مرة هاي بني سير معاي أربعة فإذا بالحالة هاي سنكتب رياضيات صح يتمكن معنا أضرب الأساس اللي هو هاي الأساس وفوق الأسو فيه عليه شرط هاي ايه؟ ضرب ايه؟ ضرب ايه؟ كم مرة؟ قنون أن من المرات طبعا بشرط لأن تكون الأن عدد صحيح موجب يعني الأسو واحد ثلاث أربع خمسة ستة مش سوالبة لكسور لما يكون في عندي قوة سالبة وقوة كسرية إن شاء الله ضمن التأسيس راح أتكلم أنا وإياك عنها وبإذن الله أحنا شعلكوا يا بالتأسيس هذا هو مفهوم الصورة الأسية لك إحنا شرحنا شو ما مفهوم كلمة أس أو شو ما مفهوم كلمة قوة تعال ننطلق مع بعض الآن أنا وأنتو بما يسمى قوانين الأسس الآن شباب ننتقل أنا وأنتو بما يسمى قوانين الأسس وأول قانون معانا اللي هو A قوة N ضرب A قوة M في حالة الضرب إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة الضرب تجمع الأسس في حالة الضرب شو تصير تجمع الأسس يعني تساوي نثبت الأساس وبنجمع مين الأسس أن أو أن زائد إيش أم نو زائد ميم إذن إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة الضرب تجمع مين الأسس نأخذ أرقة ونأخذ رموز لازل تعرف عليه بالطريقتين طال معا اللهم صلي على سيدنا محمد اثنين قوة اثنين ضرب اثنين قوة ثلاث بدنا نحلو بطريقتين بدنا نحلو بكم طريقة؟ طريقتين الطريقة الأولى هاي اثنين قوة اثنين في اثنين قوة ثلاث بتقولي يا أستاذ أنا بتحسب الأول الحال والثاني الحال صح صح ما في أدنى مشكلة تعال تساوي اثنين قوة ثلاث قديش؟ أربعة ضرب اثنين قوة ثلاث قديش؟ ثمانية اثرف بعتين ثلاثين مية بالمية صح الطريقة الثانية تعال نطبق قوانين الأسس طريقة الثنين تعال نطبق أنا وإنتقل قوانين مين الأسس هاي ثنين قوة ثنين ضرب ثنين وكم ستلاث حلو الأساس الثنين والأساس 2 ثبت هاي 2 تجمع الأسس 2 زائد 3 8 متساوي 2 قوة كم؟ 5 طب تقولي يا أستاذ ليش وتعتررس خلص قوة لحال اوكي بس كمان شوية لحظنا تعمل مع رموز 2 قوة 5 شو معناها 2 2 2 2 2 4 8 8 16 16 و 2 قديش؟ 32 و 30 النتيجة تعطيني نفس النتيجة كأرقام انت مخيط انت حر بس أنا بيهمني كرموز أكثر كرموز شو كم؟ لأنه في عنا نحن اضطرد ضمن المنهاج نحتاج الرموز بشكل للتبسيط بعض العمليات الحسان مثلا عا سبيل المثال أخذنا X قوة 3 في هاي النقطة معنا دوت معنا ضرب X قوة 5 لاحظ الأساس هو X هو شو الأساس X مدام الأساسات زي بعض في حالة الضرب تجمع مين؟ الأسس طلع عاي X وكتج واحد ذهني بس أنا مش عارف ثلاث زاد كم؟ خمسة فثلاث زاد خمسة قديش عندي؟ ثمانية فX قوة كم؟ ثمانية نزبط ثمانية هاي مش حلوة مش حضارية فهون عندي X قوة ايش؟ طلع ثلاث زاد خمسة تعطيني X قوة كم؟ ثمانية تلزمنا بالرموز بس كمان مثال لو أخذنا Y تمام؟ قوة اثنين في Y قوة واحد شو نتيجة؟ يلا ساعدوني أه شاعديني هاي Y حلو اثنين زاد كم؟ واحد شو نتيجة؟ واي وكتديش؟ ثلاثة إذن إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة الضرب دون أي نقاش تجمع الأسس هاي رقم واحد هاي رقم ايش؟ اثنين هذا بديك منك واجب X هو أربع في X هو كم؟ ثمانية شو النتيجة؟ تبعتلي إياه سفر سبعة تسعة سبعة نين واحد أربعة تسعة تسعة أنا بستنى منك تبعتلي إياه بس ممكن نشوف أشكال ثانية كيف؟ عندي مثلا ثنين طلع نخذها مش مشكلة ثنين قوة X في ثنين قوة Y في حالة الضرب شو بصير؟ تجمع طلع في حالة الضرب شو بصير؟ تجمع الأسس هاي ثنين هون جمع الرموز X زائد مين Y والعكس صحيح شو العكس صحيح؟ إذا شفت قوة يعني هاي ثلاث سبعني مثال هون اثنين X زائد خمسة Y حلو هاي من وين جاي؟ بدأ هون في النص جمع في النص إيش؟ جمع جاي هاي ثلاث وهاي ثلاث شو القوة طلع إلى قبل الجمع؟ هي قوة الأول والثاني خمسة Y إذا لازم تعرف الصورة بالاتجاهين لما يجيني ضرب بجمع الأسس وإذا شفت أنا قوة في النص جمع جاي من وين؟ جاي من الضرب أعطيكوا واحد واجب تحلوه إياه بدي هون جد ناتج خمسة قوة ثلاث اكس في خمسة قوة واحد شو النتيجة؟ مطلوب منك؟ الاتجاه الثاني اللهم صالح سيدنا محمد ستة قوة اثنين زائد ثلاث اكس عبارة عن إيش؟ شو العملية هو؟ جمع من وين جاي؟ جمع جاي من الضرب لازم تعرف الصورة بالاتجاهين لازم تعرف الصورة بالاتجاهين إذا هذا القانون الأول من ضمن قوانين الأسس طبعاً أكيد الواجبات تبعثوا لي هالواتسا وبستقبل إجاباتكم بإذن الله دائماً متلك الرياضيات أترك الرياضيات على العزازمة مدام أنت مع العزازمة بإذن الله أنت بإذن الله مع العزازمة بأمل طيب هذا القانون الأول القانون الثاني هنا القانون رقم اثنين شو القانون يقول لي؟ A قوة M على A قوة M هاي كلمة على معنى قسمة إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة القسمة إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة القسمة تطرح الأسس شو بصير معاي؟ 2 sound هاي ايه؟ قوة البسط يعني قوة الفوق ناقص قوة اللي تحت نأخذ أمثل يلا ساعدوني نجد نجد ناتج مهيني نأخذ ثنين قوة خمسة على ثنين قوة كم بدنا يأخذها؟ ثلاث أوكي بنحلو بكم طريقة؟ بطريقتين الطريقة الأولى طريقة واحد هاي عندي اثنين قوة خمسة على اثنين قوة ثلاثة شو بنسوي؟ تساوي هاي ثبت الأساس ثبت مين؟ الأساس هاي الطريقة الأولى بنطبق القانون ما بنطبق القانون كأرقام أنا حر قوة البسط خمسة ناقص قوة المقام كم؟ ثلاث خمسة ناقص ثلاثة 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 هاشتاك حساسة صح صح معي يقينة؟ يلا يقين الآن طريقة ثلاثة ثلاثة سيكون اللي أنا بتحسب اللي فوق الحال واللي تحت الحال هو أقسم مية بالمية صح ما سيتم معي هون؟ ثلاثة 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 قارن الجوابين بعطيني بدون أي تفكير نفس النتيجة ونفس الجواب لذلك كأرقام أنت مخير بس كرموز أحيانا بنجبر أطبق من بنجبر أطبق القوانين طيب ناخد بالرموز طيب لو خذنا المثال التاني هاي المثال بدنا X قوة 5 على X قوة 3 هاي رموز هون أنا انجبرت ركز معي أنا انجبرت أنا وأنت انجبرنا ركز معي انجبرت أنا وأنت يا صديقي العزيز إني أطبق قوانين الأسس هاي تساوي هاي X جميل قوة البسط ناقص قوة المقام قوة الفوق ناقص قوة مين لتحت وتساوي هاي X 5 ناقص 3 كم 2 هاي المسألة بتكون انتهت كمان واحدة يلا يلا Y قوة 7 على Y قوة 3 ركز معي نفس الأساس ولا لا هاي عمي ولا نفس الأساس شو يصير معي هون طلع هاي Y سبعة ناقص كم ثلاث هو Y وكم أربعة المسألة هاي بتكون انتهت ممكن نجيني نمط ثاني نعم ممكن نجيني نمط ثاني كيف ثاني ثاني قوة X على ثاني قوة X Y الأساس نفس الأساس هون عندي القوة متغير يعني كنتعود على جميع الأشكال الأساس رمز والقوة عدد الأساس عدد والقوة ايش ومتغيرة نفس المبدأ شو يصير معي هون هاي اثنين هاي اثنين هون راح تلزمنا صراحة كثير لقدامه شوي فيما يسمى حل المعادلات الأسية تمام هون شو يصير بمعي قوة الفوق ناقص قوة الفات انتهت مية بالمية طيب الآن لو أخذنا مثال ثاني بنمط ثاني أخذت لك أنا خمسة قوة X ناقص ثلين Z آه بدي الشكل الثاني شو العمل يهون طرح من وين جاي الطرح من القسم لعمل كسر هاي كسر الأساس نفسه وهي أساس نفسه اللي قبل الطرح اللي هو X بكون فوق اللي بعد الطرح شو يكون تحت اثنين Z إذن لازم أتعلم الشكلين يا صديقي العزيز إني أعرف أكتب صورة هاي وأكتب صورة هاي لازم تكون عندي صورة واضحة أكون حافظ القانون أعرف أطبق عليه أرقام وأعرف أطبق عليه الرموز طيب لو أخذ نماجب كرموز طالع معاي بدي هون Z قوة ثمانية على Z قوة ثنين شو نتيجة الشغل الثاني نأخذ B تمام قوة ثلاث X ناقص Y وبس لنا إجاباتكم أكيد أنتم حاضرين الآن الرقم هيك بنكون أنهيت أنا وياكم من ثلاث أشياء رئيسية مرفوهم الصورة أسية ثنين أول قانونين من قوانين من الأسس وهو أنه في حالة الضرب إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة الضرب تجمع الأسس وإذا شفت صورة أسية فوق في جمع جاي من الضرب القانون الثاني إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة القسمة تطرح الأسس وإذا أنا شفت صورة أسية بالنص ناقص جاي من القسمة فإذا لا تكون حاضر القانون يا صديقي العزيز بكم باتجاهين هيك ما يكون خلصت الأول القانونين تعال نستعد أنه يكون لبقية القوانين الآن طلابنا نستكمل قوانين الأسسس ونأخذ قانون رقم ثلاث طالب معاي A ضرب B قوة N لحظة في العملية هون ضرب هون ما تكون العملية ضرب عندي قوس على قوة في النص ضرب في النص إيش ضرب ركز معاي شو بالنص ضرب هون بقدر أوزع لوس بكل رياحية كيف هاي عبارة عن A قوة N في B قوة N إذن عيد مرة تعليم هون A ضرب B قوة N مدام بالنص في ضرب طلع ركز معاي في النص في ضرب القوة توزع على الضرب اخذنا مثال وسيط طالب تعال نحسب انو ياكو كل قوة 2 ما سيته قوة 2 قديش؟ ستة وثلاثين انتهت مية بالمية الطريقة الثانية نحن تكلم أرقام عندي 2 في 3 قوة 2 ما انت حكيتني يا أستاذ لما تكون هون في ضرب وزع وزع القوة القوة ها تركز معاي وزع القوة وين على الضرب وتوزع طب لما يكون في جماعة طالح ما يحكي ناشي قسمة ما حكيت لسا شو بصير معاي 2 قوة 2 في 3 قوة 2 كل واحد لحال هيكم 4 في هيكم 9 واضرب النتيجة 36 فانت كأرقام مخير وإلك الحرية المطلقة باختيار الطريقة اللي انت بتشوفها بالنسبة لك أمثل وأنسب هاي انتهت نأخذ مثال بالرموز بالرموز طالما هاي عندي بلاش ايه اكس في واي الكل قوة كام 2 شو اللي عمليه بالنص ضرب معنى اكس قوة 2 ضرب واي قوة 3 طب بالعكس اذا اجاني حاس ضرب مقدارين حاس ضرب ايش مقدارين مثلا عندي زد تكعيب مضروب في واي تكعيب زد قوة 3 في واي قوة 3 لاحظ الاساسات مختلفة صح؟ بس لهم نفس القص العمليه ضرب ممكن نكتبهم بعمل قص شو القوة هون 3 هون هاي زد و هاي ايش كأنني سحبت الاس على القوس وكتبت الرموز بدون اس اس فلازم تكون بتعرف بالاتجاهين بس احنركز على هذا الاتجاه اكثر من هذا لانه بلزمنا المنهاج بس مش غلط لو عرفت الصورة طيب اعطيك واجب ا في اكس قوة 5 وعندي ا قوة 4 في ب قوة 4 يعني بالنسبة انه 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 احد القوانين وهو ان القوة توزع على مين ركز معي اكتبها كتابة وان حاليا الاس يتوزع على عملية الضرب للان هو رح يتوزع عشان يتوزع على الضرب وع القسمة على الضرب وع القسمة ماذا بالقسمة؟ القانون الرابع ماذا القانون بقول لي؟ ا على ب قوة نون لما تكون العملية يا صديقي العزيز مختصر مفيد في النسبة او قسمة مرفوع لقوة نعم الاسب تتوزع طلعا تتوزع على الضرب حلو؟ والقسمة تتوزع الضرب والقسمة فقط يشوف كيف شو تستير معي حيا ا قوة على ب قوة ن ا قوة ن على ب قوة ن مثال اخذنا اربعة على ثنين الكل تربيق ماذا نكبر الأرقام؟ تكون أرقامنا وسيطة نحل بطريقتين بالطريقة الأولى قل يا أصاب صفحي حسابات الجو والقوس اوكي تتقسم أربعة تقسيم تدلين كم؟ ثنين ثنين تربيق قديش؟ أربعة مية بالمية الطريقة الثانية هاي طريقة الثنين أربعة على ثنين الكل تربيق معناها أربعة تربيق على ثنين تربيق أربعة تربيق على ايش؟ ثنين تربيق أربعة تربيع كم؟ 16 ثنين تربيع كم؟ أربعة قسم شو العدد اللي رح ضربه في الأربعة؟ بدي أعطيني 16 أكيد أربعة لاحظ؟ نفس الجوابين فأنت كأرقام مخير بس كرموز أحياناً بنجبر على الطريقة حسب المثال وهذا رح كل رح تضربكوا عليه بإذن الله ضمن منهاج التوجيه وضمن البطاقة المنهاج إن شاء الله بنتناول يد زي ما أقول لك أترك الرياضيات علي ومشي على تعليماتي أدامك ظهرك خلد العزازمة أنت مع العزازمة بإيش؟ بأمان خليك معي قول يا رب بس طب تعال ناخد رموز عندي A على B تمام؟ A على B قوة خمسة هكيف تكتب؟ A قوة خمسة على B قوة خمسة لو شوفنا بالعكس مثلاً عندي X قوة 2 وعندي Y قوة 2 جميل هون شو العملية؟ قسمة حلو بس الأساسات ليس زي بعض لو كان الأساسات زي بعض بطرح الأسس بس هون لهم نفس الأسس صح؟ أيوة جميل بأعمل قوس شو العصة هون بطرده هون؟ على القوس هون شو بنكتب؟ X و شو بنكتب تحت؟ Y فهي شو معناها؟ إنه لما أشوف قسمة و قوة الفوق لأسف قوة الفوق نفس قوة التحت ممكن أعمله قوس واحد واطرد الأس برا وأكتب ما داخل الأقواس لو أخد مثال بدي منك أنت عندي X على Y قوة 3 شو بصير؟ ونأخذ تأخذنا مثلا C قوة 4 على D قوة 4 شو ممكن تصير؟ صرت وحافظين الرقم نكتب هون ملاحظة يا حلوين ركزوا معاها خطر هاي هاي خطر الأس يتوزع يتوزع على عمليتي هاي مضاف حدفنا النون صح؟ عمليتي الضرب و القسمة فقط إذن القوة تتوزع على الضرب والقسمة فقط ما بتتوزع لا على جميع ولا على طرح وهسر أعطيكم أمثلة توضح ذلك يلا معا هاي مش قالون ملاحظة هاي ملاحظة واحد ملاحظة الأولى طلب محب عندي أ زائد ب قوة نون هاي لا تساوي ها ما العملية هون؟ جمع لا تساوي أ قوة نون زائد ب قوة نون طيب ناخد مثال ماشي يلا هاي اثنين زائد ثلاث الكل تربيع وناخد يا صديق العديد اثنين تربيع زائد ثلاث تربيع إذا أعطي نفس الجواب مثال واحد ما أعطيش نفس الجواب إذن فعليا القوة لا توزع لا عجم لا ولا طرح تتوزع على الضرب على إيش؟ على القسم مش نعطي الأولوي للأكواس نعطي الأولوي للأكواس هاي كم عندي؟ خمسة تربيع وتساوي كم؟ خمسة وعشرين تعالوا لكم بحد لحال هاي كم عندي يا عمي؟ أربعة زائد ثلاث تربيع كم؟ تسعة شو بتساوي؟ ثلاثة هل الخمسة وعشرين بتساوي ثلاثة أكيد لا إذن شو معنى؟ ان القوة ما بتتوزع للآن على الجمع وكمان ما بتتوزع على الطرح وانه توزع فقط فأركزها كمية فقط العمل يكون ضرب أو قسمة نشوف الآن يارب نشوف يا حلوين بالطرح هاي ملاحظني عندي عندي A ناقص B قوة لا تساوي A قوة ناقص B قوة الأوس ما بتوزع لا أجمع ولا أطرح لا أجمع ولا أطرح نأخذ نفس المثال هاي نفس المثال 2 2 ناقص 3 الكل تربيع ونأخذ 2 تربيع ناقص 3 تربيع 2 ناقص 3 كم؟ سالب 1 تربيع القوة الزوجية اجباري ها القوة الزوجية اجباري شو جوابها؟ موجب ما تطلعش على الإشارة فالنتجي قديش؟ 1 نجعل هاي كل واحد يلحظ هاي أكم؟ 4 ناقص 9 النتيجة سالب 5 فهل الواحد يساوي سالب 5؟ أكيد لا فإذا هون عندي 2 ناقص 3 لكل تربيع ما بتساوي 2 تربيع ناقص 3 تربيع نكتب أنا وأنتم ملاحظة مع بعض يلا نتساعد الأص أكتبها بالبونت العريض لا يتوزع على عمليتي الجمع أو الطرح دير بالك من هاي وحكينا الأص ما بتوزع أبداً على ما يسمى عملية الجمع أو عملية مين؟ الطرح القوة فقط يا أستاذ العزيز تتوزع إذا كانت فقط ضرب أو قسمة ممكن هيك أن هنا القانون الرابع والملاحظات الخاصة اللي ممكن إحنا نشك فيها وهي عملية توزيع الأسس نستعد بقية القوانين